لا تطردوا سائل عن أبوابكم لا أطلب سوى المعرفة الحقة ما هو الفرق بين عيسى و يسوع وبين ابن الله والروح القدس لما نطردش عيسى هو يسوع يسوع بالعربي يشوع بالعبري ياء يعني يهوى وشوع يعني مخلص زي كلمة هو شعنا خلصنا فيسوع يعني الله المخلص أو يهوى المخلص اسمه باللغة اليونانية إيسو إيسو خريستو فالعرب خدوا الكلمة اليونانية إيسو بس تحولت إلى عيسى عيسى أو إيسو هو اسم واحد فعيسو أو عيسى أو إيسو هو يسوع وبعدين بتقول وبين ابن الله والروح القدس الروح القدس اللي هو روح الله روح الله وأنا سبق إن قلت هذا الكلام وأكرره لك مرة تانية أنت يا إنسان مخلوق على صورة الله وتتكون من ثلاث قامات فيك الزات الأنا شخصيتك عقلك نمرة اثنين روحك نمرة ثلاثة هل ذاتك هي عقلك؟ تقول لي لا طب هل عقلك هو روحك؟ تقول لي لا هل أنت ثلاثة؟ لا أنا واحد قائم بذاتي ناطق بعقلي حي بروحي فالروح القدس هو روح الله ويطلق على الله الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا وهنا تأتيني ثلاثة أسئلة أنا أسألهم وأجاوب عليهم بالنسبة لله نمسك الزات الإلهية هل تؤمن أن الله موجود؟ ولا غير موجود؟ تقول لي لا دا الله واجد الوجود ها هي دا الزات الإلهية؟ أسألك السؤال الثاني هل الله واجد الوجود عاقل ولا غير عاقل؟ تقول لي دا كلي العقل طب هل الله واجد الوجود كلي العقل حي ولا ميت؟ تقول لي حي ومعطي الحياة هو دا الروح القدس هذه الثلاثة الزات بتاخد القرار العقل قبل ما الزات تاخد القرار يفكر في القرار ويبلوره ويقدمه للذات والروح بدون وجودها هي الرابط بين الزات وبين العقل الرابط بين الاثنين فالله عبارة عن ثلاث أقنين في شخص واحد الزات احنا بنسميها القاب كلمة قب يعني قصل كلمة قاب يعني أصل الأصول العقل بنسميه الابن الابن يعني الورب يعني اللغص مش الورد الكلمة لا العقل الالهي اما الحياة اللي فالله بنسميها الروح وليه بنسميها الروح القدس لان لا يوجد اقدس من روح الله هو معطي القداسة وهو معطي الحياة وهو يريد انك انت تعيش القداسة لكي تصل الى الله ادي الثلاثة في الواحد دايما بنسمي العقل ابن الزات وانا شرحتها بس بتضطرني اعيد الشرح مرة تانية شرحتها بالنسبة لك وقلت تقولي لما جاني الخبر جريت على البيت دخلت الشقة فتحتها ما كانش فيه ولا حد في الشقة فتحت الدولاب قلت يا واد بتلبس البدلة دي ولا تلبس البدلة دي من الواد اللي انت والتولوف من الابين بت الكلما انت لوحدك في الشقة حتى وانت بتحكي معي حتى وانت بتحكي مع اختك قلت يا بيتي تعملي كذا ولا ما تعمليش قلت يا بيت تروحي ولا ما تروحيش من البيت؟ من الواد؟ العقل حتى الكلمة الورد يقولك الكلمة بنت الشفا يعني الكلمة بتبقى ناطق من الشفايف اللي خارجة من العقل الإنساني عن طريق اللسان للصورة الواضحة بيقول اللهوت والنسوت الارتباط بينهم وسيق ويجب قون أن لهوت نور وجب أن يكون النسوت عظيما لحمل ذلك النور العظيم كيف يتم إثبات أن هذا النسوت روح أقرأ الأناجيل أنا هقولك حركة واحدة بس حركة واحدة لا أكتر ولا أقل الفرعنة كانوا بيكتبوا الكلمات عبارة عن رسوم فلما يعمل لك خط معرج ويعمل لك عليه رجل بنا آدم رجل بنا آدم على خط المعرج في اللغة الهيرغولفية الكلمة الهيرغولفية الكلمة دي معناها المستحيل ليه؟ لأن مستحيل إنسان يمشي على المية مستحيل لما ربنا حب يعدي بني إسرائيل فتح له المية ما مشيوش فوق المية مشيو على اليابسة لما ربنا حب يعديهم نهر الأردن مع يشوع فتح نهر الأردن ومشيو برضو على اليابسة خلي بالك دايما يقولك مشيو على اليابسة حدش يقدر يمشي على المية خالص خالص لا يستطيع إنسان أن يمشي على المية استحالة إلى أن جاء يسوع هو الوحيد الذي يمشي على الماء وكأنه بيدوس على الموج اللي عايز يغرق السفينة وهكذا حاجة تانية من بداية التكوين لغاية يسوع ما فيش حد فتح أعمى واليهود دارسين النموس كانوا بيسألوا سؤال اش معنى كل المعجزات حصلت إقامة موتة حصلت الشفاء مرة حصل مش عارف عرج حصل طب ليه ما فيش حد فتح عين أعمى فدود النبي كتب في الزبور اللي هو سفر المزامير قال لك الرب يفتح أعين العمج يعني المعجزة دي اللي هيقوم بها ربنا وحده يفتح الأعمى ويعطي استنارة عشان كده المسيح يسوع لما فتح المولود أعمى اليهود قالوا له نحن نعلم إن هذا الرجل خاطئ عشان نفتح لك عينكم السبت قال لهم عجيبة منذ الدهر لم نسمع إن أحد فتح عيني أعمى وانتوا بتقولوا إن خاطئ أخاطئ لست أعلم أنا أعلم حاجة واحدة كنت أعمى والآن أبصر واسيبك روح أقرأ الأناجيل الأربعة وتشوف الأعمال اللي أعمالها يسوع هل يستطيع أن يفعلها إنسان أو نبي عادي بس شكراً لكم